اختتم وفد البنك الدولي زيارته إلى الأردن على مدى يومين بزيارة إلى مركز التطعيم ضد فيروس كورونا في المدينة الرياضية في العاصمة عمان وتأتي زيارة الوفد ضمن خطة البنك لتمويل مشروع جديد للأردن يسهم في تطعيم مليونين واربعمائة الف شخص ضد فيروس كورونا وبنسبة أربعين في المئة من السكان البالغين لمساعدة المملكة على تحقيق مناعة جماعية وبحسب البنك فإن القيمة الإجمالية للمشروع المقرر توقيع اتفاقيته في حزيران المقبل 64 مليون دولار وتهدف إلى تمويل وتوزيع 4 ملايين وثمانمائة الف جرعة من مطاعيم كورونا في الأردن